موسيقى اهلا اعزائي المشاهدين احنا موجودين في الصحراء الجنوبية هذه الصحراء اللي منسميها مدرسة رجال الله في هذه المنطقة طبعا كان داود النبي يتحرك من مكان الى مكان ولما الرب يسوع المسيح صام اربعين يوم كان موجود في هذه المنطقة في هذه الصحراء وطبعا اذا عندك عين النسر يعني في جبل هي قمة جبل بسمه جبل القرنطل من كلمة كارنتين اللي هي بتعني اربعين لانه المسيح صام اربعين يوم وطبعا لا ننسى ان موسى كمان رجل الله صام اربعين يوم واربعين ليلة في الصحراء صحراء سيناء وعلى جبل سيناء طبعا الرب اعطى الشريعة والرب صام اربعين يوم وابتدأ بالخدم طبعا بعد صوم اربعين يوم واليوم اننا عاوز اتكلم من كلام يسوع خلوني اقتبس لو سمحته قال يسوع ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم واما انت فمتى صمت فدهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لابيك الذي في السماء ابوك الذي في السماء هو يجازيك علانية حبائي طبعا الكتاب المقدس كله بيتكلم عن اصوام كثيرة موسى صام سموئيل صام داود صام طبعا في العهد القديم استر صامت وهكذا اصوام لمناسبات كثيرة كان في اصوام لافتقاد الهي لزيارة الهية لتوبي للرجوع وهكذا